7 حصص يومية من الفواكه والخضروات قد تكون كفيلة بإطالة عمر الإنسان هذا ما أشارت إليه دراسة بريطانية حديثة أجريت على آلاف الرجال والنساء وانتهت إلى أن زيادة المعدل اليومي الموصبه من الخضروات والفواكه والبالغ 5 حصص إلى 7 حصص يقلل من خطر الوفاة جراء الإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب بحسب الدراسة القائمون على الدراسة درسوا حالات الوفاة الناجمة عن السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية بين عامي 2008 و2011 ووجدوا أن خطر الوفاة المبكرة بسبب أي مرض يقل مع زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات كما أوضحت الدراسة أن احتمال الموت لأي سبب تقلص بنسبة 42% عند تناول 7 حصص أو أكثر من الفاكهة وتصل الحصص الواحدة لنحو 80 جراماً ما يعني ثمرة فاكهة واحدة كبيرة أو قطعاً صغيرة من مجموعة من الفواكه الدراسة أكدت كذلك أن الخضروات الطازجة هي الأقوى تأثيراً من حيث الوقاية تليها الصلطة ثم الفاكهة بينما لا يقدم عصير الفاكهة أي فائدة في حين ظهر أن الفاكهة المعلبة تزيد من خطر الوفاة ربما لأنها تخزن في عصائر محلث بالسكر ويرجع الباحثون التأثير الوقائي ضد الأمراض للفواكه والخضروات إلى كونها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تصلح تلف الخلايا الحكومة البريطانية من جهتها اعتبرت أن تناول خمس حصص يومية تعد كافية مشيرة إلى أن كثيرين يجدون صعوبة في الالتزام بهذا الكم وأحياناً في الحصول عليه بينما أشار خبراء أن هناك عوامل أخرى مثل الانتناع عن التدخين أو عن تناول الكحوليات بشكل مفرط قد تؤدي إلى تقليل معدل الوفيات علي أعزدين العربية